موسيقى بكم أعزائي المشاهدين في حدوتة مصرية حدوتة مصرية أو الحدوتة المصرية حدوتة عمرها ألاف السنين حدوتة مصرية المليئة بالشواهد والتواريخ والأحداث والحضارات المتعاقبة على هذه الأرض حدوتة ثرية جداً جداً بكل ما فيها وبكل من فيها وقبل أن أبدأ حكاية جديدة من حوادثنا المصرية أروح للزميل العزيز والصديق طرق عفتاح طرق أهلاً بيك وسعيني نكون معك النهاردة يعني أنت من أهل البيت وسعيد نفس السعادة أن أنا أشاركك التعاون في هذا اليوم وفي هذه الحدوتة المصرية الخالصة الحقيقة قبل أن نبدأ فقراتنا اللي هتبدأ بسردها حسن بنوجه كل التحية والدعوات بالشفاء لشاعرنا الكبير أحمد الشهاوي إجراءه لعملية وربما يعني يدخل فيه جراحة أخرى كل الأمنيات الطيبة له وللجميع أمين يا رب العالمين وإشان بيأمين وراك فيعني ربنا يشفيه شفاء عاجل إن شاء الله نروح لمعهد المخطوطة العربية أول فقرة من فقراتنا النهاردة وجزء مهم من تراثنا اللي احنا بنتكلم فيه دايما المخطوطة هي اللي كونت عندنا اللي بيستسمى بالتراث صحية حسن والمخطوطة دي ربما تكون أثر ربما تكون حجر ربما تكون أوراق ربما تكون لها أشكال مختلفة ولكنها قيمتها في أنها كانت وسيلة التوصيق لدى أجيال متعاقبة قبل أن نكتشف الوسائل التقنية الحديثة من مايكروفيلم وديجيتال وغيره وخلافه ثم أصبحت لدينا هذه التقنيات فماذا نحن فاعلون ماذا نحن صانعون بتراثنا القديم ولماذا نحتفظ بالمخطوطات وكيف سنستفيد بها في المستقبل يعني هي الكنز الكنز يجب أن نحرس عليه مع هذه المخطوطة العربية ربما في خمسينيات القرن الماضي وهو يعمل جاهدا على جمع هذه المخطوطات من المنطقة العربية الثرية جدا 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 أو البلاد اللي كانت مرتبطة بحضاريا وثقافيا في الحضارة الإسلامية والعربية ماهداء كان فيه مشترك ثقافي مشترك ديني خل فيه وثائق أو مخطوطات عربية جدا وعلى فكرة معظم من نظروا في العلوم العربية والعلوم الإسلامية لم يكونوا من العرب فبالتالي المخطوطة ربما تجدها في المنطقة العربية أو في العالم كله في الأندلس سابقا يعني الأمر هنا يحتاج إلى فكرة ماذا أو ما هي الألية التي يعمل بها مع المخطوطة العربية صحيح فقرتنا أثنى سفاقس اختيارها عاصمة للثقافة العربية لعام 2016 وبالمناسبة هناك أسبوع للتعاون الثقافي المصري بدأ بالفعل في تونس يشمل فرق فنون شعبية وموسيقى وعروض للفن التشكيلي وندوات لكبار مثقفين هناك والحقيقة هذا التفاعل ما بين الشعب المصري والشعب التونسي ليس غريبا لأنه شعبين بالفعل قريبين تماما من بعض وليسوا فقط في فكرة حضارة البحر الأبيض المتوسط أو الحضارة الإفريقية ولكن أيضا قريبين في المصير وفي السورات هم توأم في كل خطواتهم فنتمنى كل الأمنيات الطيبة لاختيار سفاقس عاصمة للثقافة العربية يعني المتلقي والمثقف العربي والمواطن العربي أنه يعرف المولوث الحضاري اللي موجود وأنت يمكن أعرف فكرة الصور اللي هناك صور سفاقس القديم بيمتد طوله 600 طول طولا و400 والحقيقة هذا الصور كان شاهد صد غزوات كتير عبر التاريخ أو الحائط غزو الفرنسي بالضبط والمستشار مدخل وبوابة واحدة واستطاع أنه يصمد قليلا أو كثيرا أمام المستعمر الفرنسي الذي ضرب ببوارجه الحربية مدينة صفاقس وأصار الضمار شملت الجامع الكبير ولكن صفاقس حتى تاريخيا من حيث المقاومة تعد يمكن أطول فترة مقاومة من المدن التونسية صمدت أمام المستعمر الفرنسي لمدة شهرين كاملين كل الأمنيات الطيبة لشعب التونسي والشعب المصري يعني واحدة المؤسسة المجتمع المدني وهو الفن النهاردة بقت المؤسسة المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية الكيانات الثقافية اللي ربما تكون مهمة جدا جدا حتى لو كانت كيانات صغيرة ولكن تهتم جدا وخاصة بفن المصرح أبو الفلون يعني لما بيقولوا برخت يبدأ بعد العرض طبعا مش هقول الكلام ده وترى هيسيبني لا ترى هيقول برخت برخت في السكة دلوقتي يعني برخت دائما هذا الرجل الذي يعني كسر القواعد التقليدية كسر الإهام وكسر الإهام وطلب من المشاهد أن يفكر وأن يتفاعل وأن يأخذ قرار فيما يشاهده رفض التلقي السلبي الآن خلينا أقول حسن النبارح كان فيه ختام لمهرجان القومي للمصرح وكان ظاهرة لافتة أنه حضور ونجاح فرق كسيرة من الثقافة الجمهرية ومن فرق الشباب هي اللي أحيت هذا المهرجان حقيقة يعني جنب مصرح الدولة ولكن هي لعبة دور البطولة وكان فيه عرض من حلايب وشلتين وده شيء مهم جدا وخاد شهاد التأدير وكان فيه جوائز متعددة وحالة من البهجة والتنوير الحقيقي كل ما هناك فقط حسن بعض الملاحظات البسيطة منها مثلا أنه في بعض العروض كان لا يعني زهب المتفادي ولم يستطيعوا الدخول رغم حصولهم على بطاقة الدعوة ده حصل الغد وثم دخل بعض يعني مجاملة ده تكرر مرة أو مرتين ولكن يعني سلبية نتمنى أن هي لا تتكرر واللي كتب ده زميلنا مخرج ومعد هنا محمد خضر كتب وعلى صفحته على فيسبوك أنه زهب ومعه بطاقة الدعوة وهو وآخرين وكان فيه ضيوف عرب وحرموا من الدخول رغم انتظارهم ورغم أن البطاقة الدعوة معهم ده بنوجه تساؤل لرئيس البيت الفني المسرح ومدير المهرجان أنه يعني ده لا يصح ولا يحق وأيضا ختام المهرجان تم تأجيله يوم وكتب في نشرة المهرجان أن سبب التأجيل هو وفاة الدكتور أحمد زويل بينما الحقيقة الواضحة للجميع أن سبب التأجيل هو مباراة الأهل والزمالك التي كانت تعقد في نفس التوقيت فلماذا لا نصارح الناس لماذا لا نقول لهم سوف نؤجل بسبب أنه مباراة جماهرية ولن يحضر أحد فنحترم عقلية الجمهور ولكن كانت هناك مميزات رائعة عروض متميزة شباب رائع وجوائز يستحقها الكثيرون نذهب إلى الشاهد في الفقرة الأخيرة على المسرح وهو واحدة من أهم تجليات حالة صناعة المسرح وهو مشروع مسرح الجنوب هنعرف مشروع مسرح الجنوب الآلية الهدف الرؤية النشاط يعني وصل حد فين مع النقد الفني هيثم الهواري أهمنا سنخرج إلى فاصل ونعود إلى زميل تارقفتاح ومع حد المخطوطات العربية الفقرة الأولى في هذه الحلقة ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر